التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية منذ أن بدأت في فبراير من عام 2022 تمر عبر منحنة تصاعدي ثم تنازلية والمنوشات بين الجانبين على مدر أكثر من عامين ربما لا ترقى لإطلاق مصطلح حرب عليها الولايات المتحدة والغرب يساندون كييف مالياً وعسكرياً ولوجستياً والقوات الروسية تدافع عن كبريائها بوصفها القطبة العالمية الثانية ولكن في الآونة الأخيرة حدث تطور مفاجئ في الصراع الدائر عده المحللون تطوراً خطيراً واستفزازاً كبيراً لموسكو حيث ظهرت مدرعات ألمانية ضمن الوحدات الأوكرانية المتوغلة في مقاطعة كوريسك الروسية وأمام ذلك التطور غير المسبوق في الحرب الروسية الأوكرانية تعهد نائب رئيس مجلس الأمن روسي دمتري مدفيد في تصرحات نارية بأن الدبابات الروسية قد تصر إلى ساحة الجمهورية أمام مبنى رايخستعج في برلين رد مدفيدف القوي جاء بعد مقالاً استفزازي نشرته صحيفة بلد الألمانية تحدثت فيه عن عودة الدبابات الألمانية إلى الأراضي الروسية بعد ثمانين عاماً وكانت القوات الأوكرانية قد اقتحمت الحدود في وقت مبكر من صباح الثلاثاء الماضي واكتاحت بعض الأجزاء الغربية من منطقة كوريسك الروسية في هجوم مفاجئ ربما يهدف إلى كسب نفوذ من أجل محادثات وقف إطلاق النار التي قد تجري بعد الانتخابات الأمريكية ولكن الوضع استقر على الحدود بعد إرسال موسكو لقوات نجحت في صد تواغل الأوكرانية المباغة في الوقت الذي بدأت فيه كييف حجد قواتها بسرعة من جديد وتنفي كييف وموسكو استهداف المدنيين في هجماتها في الحرب الدائرة بين الجانبين والتي أصفرت عن مقتل الآلاف ونزوح ملايين الأوكرانيين لكن الحقيقة مغايرة تماماً لما يتم الإعلان عنها فنيران الحرب لا تفرق بين عسكري ومدني وآخر ضحايا الحرب رجل يبلغ من العمر 35 عاماً وتفله البالغ من العمر 4 سنوات حيث لقي حتفهما عندما أصاب حطام مصيرة روسية تم إسقاطها منزلاً كان يعيشان فيه بالقرب من العاصمة كييف ترجمة نانسي قنقر